اذكر الجميع بنقطة في غاية الاهمية النقطة الاولى هي ضرورة اعادة 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 تعريف الدولة الوطنية وفق المقاررات الواضحة وفق الخطاب المصري وفق خطاب الرئيس المصري الحفاظ على الدولة الوطنية من التفتت والتفكك والميوع السياسية التي يمرسها البعض الحفاظ على الجيوش الوطنية عدم الاعتراف بالميليشيات او اشباه الميليشيات مهما كانت قوتها دي مبادئ سياسية مصرية معنى ذلك ان مصر لا تعترف الا بالدولة وجيش الدولة مصر لا تعترف ولم تعترف ولم تعترف في يوم ما باي ميليشيا مهما كانت قوتها لذلك يجب ان تفكك الاسلحة الموجودة لدى اي قوة اي قوة داخل اي دولة تناوئ الجيش ليس هناك جيش موازي ولا يجب ان يكون هناك جيش موازي لا يجب ان يكون هناك جيش موازية في اي دولة عربية ده خطاب مصري واضح للحفاظ على الهوية والقومية والبلاد والعواصم والدولة الوطنية والجيش الوطني احنا بنطلق من هنا صيحة تحضير واضحة لكل الدول العربية بلا استثناء لا توجد دولة مستثناء لا توجد دولة مستثناء عما اقول فالخطر يحيط بالجميع والاطماع تعود من جديد والمستعمر بدأ يعيد حساباته للقفز على الفريسة بعدما اضعفوها وانهكوها فيما يسمى بالربيع العربي اقول بانه دعوة اتنين واربعين الف مواطن لبنان ان يكون هناك عودة او ترحيب بعودة الانتدابة او الاستعمار الفرنسي لبنان تحت مغبة ومظلة وهذه الدعايات التي ربما تكون حقيقية وانا ادعم هذا الرأي رأي ان الايرانيين بيحتلوا لبنان عن طريق حزب الله فانا اقول لهؤلاء المنكوبين وهؤلاء المقهورين معكم حق وانا معكم ان حزب الله وانا ايران بيحتلوا القرار السياسي في لبنان لكن هل نستبدل هذا الاحتلال باحتلال اخر اقول بانه على كل الاحرار اللبنانيين وكل زعماء لبنان وكل الشعب اللبناني عليهم جميعا ان يتحدوا ان يتحدوا على قلب رجل واحد من اجل هدف واحد هو وحدة الدولة اللبنانية وحدة الاراضي اللبنانية الحفاظ على الدولة الوطنية اعرض بناء وانتاج الدولة الوطنية اللبنانية تقويت الجيش الوطن لبناني نزع اسلحة حزب الله اللبناني وكل الميليشيات المسلحة داخل لبنان يجب أن يتم دمجها أو سحب سلحها ودمجها في الجيش لأن يكون هناك جيش لبناني واحد